موسيقى اهلا بكم اتنين زهر اليوم اغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات الباب امام اي شخص يفكر في الترشع ده وفق ايه الدستور الهيئة الوطنية للانتخابات من اول ما فتحت الابواب منذ ما يقرب من تسعة ايام كانت بتقفل يومين الساعة خمسة مرشح لوجه الله يا اخوانا اللي عاوز يروح اصل الرئاسة مفيش حد يتقدم اللي تقدم طوال الايام الماضية واللي كان ورقه جاهز ومستوفي الشروط كان هو المرشح عبدالفتاح السيسي لكن النهاردة قبل غلق الباب ووفق دراما تصاعدية قبل الباب ما يتقفل بروبي ساعة الحق ده رئيس حزب الغد اسمه موسى مصطفى موسى جايب معه ستة وعشرين توكيل من النواب وسبعة واربعين الف استمار التأييد من السادة المواطنين من اكتر من محافظة واغلق الباب لسه طبعا هيتم بقى فحص الترشيحات ول 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 لكن اغلاق الباب النهاردة تم ما بين شخصين اتنين مرشحين عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى خلال بقى يعني بعد غد الاربعاء هيعقد مؤتمر صحفي وهيتم الاعلام فيه على ان المرشحين دول هل استوفوا الاجراءات ولا لا ولكن يبدو كده من ظاهر الامور ان المنافسة ستكون ما بين المرشحين عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى في الاسناء دي در الافتاء رحت مطلع لنا النهاردة فتوى بتقول فيها اي شخص هيتقاعص اي ناخب يعني اي مواطن تنطبق عليه شروط انه له صوت ويتقاعص عن ابداء رأيه الانتخابي سيكون آثما شرعيا يعني ارتكب فعل ارتكب درجة من درجات الاسم وبالتالي طالما انت دخلت في ان انت ارتكبت فعل آثم او آثيم فانت كده معرض الى اعقاب الهي يعني يعني ما انت ارتكبت ما ده زنب والزنوب درجات فكون ان انت ما تروحش تدلي بصوتك وانت قادر على الاطلاق بالصوت يبقى داك اتمان ليه الشهادة هيضر الافتاء لم توجه الناخب تقول له انتخب فلان ولا تنتخب فلان ما ليتش دال الامانة بس هي جزء من اتحفيز الناخبين تمنيت يعني وكثيرا ما اتمنى ولا تتحقق الامنيات الا تدلو دار الافتاء بدلوها في موسم الانتخابات يعني انا كنت اطمع بان دار الافتاء تقول ايه يعني نحن يعني بنحفز ونشجع السادة المواطنين انهم يذهبوا لعمل وطني ويضلوا بصوتك لكن ليه تدخل الانتخابات والاطلاق بالصوت بالحلال والحرام يعني مش عايزة تجاوز بقى واقولك دا كده نص المسجلين اسمقهم في جداو الانتخابات ايبوا قاسمين شرعا يعني لكن دا لا يجوز يعني واحنا قلنا مش عايزين نخلط الدين بالسياسة والسياسة بالدين ما هي دي البدايات يا اخوانا ان انت تدخل فاعل بموسم انتخابي فتلاقي رأي ديني طب ايه دا هو عمل سياسي بحت عمل سياسي صرف طي دار الافتاء لتخص من المسلمين طب ما انت عندك مصريين مسيحيين مثلا ايبوا قاسمين شرعا فالكنيسة بقى تطلع كمان يعني فتوى كنسية والكلام دا يعني احنا ما نحبش الكلام دا يعني خلينا ان احنا نقول للسادة المواطنين بشكل كده محترم ونقول لهم لو سمحتم في انتخابات رئاسية قادمة 16 17 18 مارس نأمل ونرجوكم الى انكم تنزلوا تختاروا احد المرشحين عبد الفتاح السيسي او موسى مصطفى موسى لكن عموما دار الافتاء كان لها هذا الرأي وقالته نهاردة وجدنا بقى بداية التصرحات بقى انت امام حملة انتخابية او منافسة قد تبدو شرسة يعني الظاهر كده وربما انا اكون في المصر فاندي داعم للمرشح الرئاسي ما بقىش محتمل يعني حتى هذه اللحظة بالاوراق اللي قدمها دا مؤكد موسى مصطفى موسى سادعمه لكن مش هدعوكم الى انكم تدوا صدقم لموسى مصطفى موسى الا بعد ما يقول لنا ازاي هيطبق التصريح بتاعه قالك ان الشاب لو انا مسكت الحكم لو انا مسكت الحكم حد للشاب فيه بداية تعيينه الوظيفة 28000 جنيه 28000 جنيه دا احنا عملين نحفي على الحكومة انها ترفع الحد الادنى للاجور من 1200 يبقى 1800 الالفين وعملين نبوس ايد الحكومة ان الحد الادنى للمعاش ما يبقاش 500 وان 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 وده حضرتك بقى يا سيادة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى ما شفتش احد السادة النواب عن ضميات لما وقف وقال للرئيس السيسي هو انت ليه ما بتخليش المرتبات تبدأ من 3000 جنيه انت مشوفتش الرئيس السيسي قال له ايه قال له طب وانا هجيب منين يعني مش قبل ما تقولوا الكلام ده تيجوا تعودوا مكاني وتحسبوها طب مكان غير قاشتر صح ولا لا طب مكان السيسي من بكرة مش انت بتقول 28 يطلع تصريح انا هد المواطن 35 موما كانش حد غلق حتى بداية تصريحك قولت بتتكلم في 28 كده طب طب ازاي عايز اقولك انا من الليلة انا داعم ليك بس مش هقول للسادة المواطنين الناخبين روح انتخبوا موسى مصطفى موسى رئيسا لمصر من 2018 ل 2022 الا لما هتقول لي امر هتجيب 28000 جليش اهر ازاي يعني ازاي منين كن ان انت بقى تتكلم على ان انت عند خطة وان انت عايز المصانع تفتح وهو دا كلام حلو نقبله ونسمعه كلامه انما دا انت داخل في تحديد ارقام 28000 طب ليه مش 30 طب ليه مش 40 طب ليه الرقم مش مقفول طب ليه ما تزلش شوية وتبقى 25 بس شكلنا هنشوف شوية تصريحات حلوة الفترة الجاية في نفس الوقت اللي موسى مصطفى موسى بيدعوك كناخب ان انت تنتخبه رئيسا لمصر وهيدي لابنك 28000 جليش اهر ايه لو دخلت على صفحته على الفيسبوك هتلاقيه حاطة صورة السيسي طب ازاي مش السيسي دا هو يبقى منافس لك هو ينفع الواحد يدعم المنافس بتاعه مش احنا عدنا مرحلة الشيخ احمد صباحي الراحل رئيس حزب الامة لما خاض الانتخابات امام الرئيس مبارك وقال لما دخل قدل بصوته في الانتخابات وقمرتش على رئاسي قالوا له انت قدلت بصوتك لمين قالهم للرئيس مبارك طب مش احنا عدنا المرحلة دي اخوانا فانت حاطت ياريت بس يعني السيد المرشح المحترم موسى مصطفى موسى يقول للشباب اللي بيدروا صفحته على الفيسبوك خلاص بقى ماينفعش بقى نحط السيسي السيسي دا كان قبل كده بس انا خلاص دا لبقيت مفروض بقى تلعب دور المنافس بجد يعني يعني لكن تلعبها كده نص نص ويبقى في حاجات نقصة منك وليك تصريحات قبل كده تؤيد السيسي فيها وشاركت في حملة جمع توكيلات من المواطنين للرئيس السيسي مرشح واترى ان الجدير بحكم مصر في الاربع سنين اللي فاتوا القادمة هو عبدالفتاح السيسي رئيسا لمصر فالتالنهاردة طالع بتقول لا دا انا منافس قوي وسأخد الانتخابات دا وفق تصريحاتك بقوة وانك لست مرشحا ديكور يعني لكن الصفحة بتاعته بتؤيد عبدالفتاح السيسي الشباب ممكن يدخلوا دلوقت ويجبوها وليه تصريح النهاردة بعد ما أقدم ورقه السيد موسى مصطفى موسى أخد الانتخابات الرئاسية منافسة للسيسي ولا ستوديكورا يعني دا كلام واضح طب وانت قبل ما تقول الكلام دا روح شول يعني شيل صورة المنافس بتاعك يعني من على صفحتك يعني يعني انا بقول كلام صح ولا عشان بس نشعر بجدية المنافسة يعني بيقول ان لديه برنامج انتخابي متكامل لخدمة الشباب المصري نتمنى ان انت تعرضوا وتقول لنا هتعمل ايه وامتى وفين ولما سألوه النهاردة بعد ما أقدم ورقه اهو انت ازاي جاي تنفس السيسي بينما انت كنت مؤيد ليه الرئيس السيسي كان مرشح الانتخابات قالك لا انا ايت الرئيس السيسي كان مرتبط بنزول بترشح الفريق احمد شفيق يعني لان احنا كنا في حملة مؤيدون دا لما الفريق احمد شفيق قرر انه هو يخض الانتخابات امام الرئيس السيسي لكن طالما احمد شفيق مش موجود يبقى خلاص انا كده بقى بسحب تأييدي للرئيس السيسي طب هو بس انا واقف قدام حاجة هو ليه حضرتك وانت معك يعني 47 الف توكيل انتظرت للساعة 2 اللي ربع في اخر يوم في اخر ربع ساعة اكيد انت يكفيك يكفيك وفق الدستور 25 الف توكيل صح طب ما الـ 25 الف توكيل اكيد كانوا معك مثلا من 3 اربعة ايام طب ليه انتظرت اخر ربع ساعة ده انت النهار ده وانت رايح تقدم الورق نسيت ورقة الكشف الطبي ما هو لازم المرشحين للرئاسة بيجروا كشف طب المرشح عبدالفتاح السيسي اجرى هذا الكشف الطبي لكن النهار ده نساه فهو بس هو سؤال لسيد المرشح موسى مصطفى موسى يعني انا عندي بس سؤال استفسار بسيط لما حضرتك يعني كان معاك اكيد عشان توصل لرقم 47 الف توكيل من السادة المواطنين من الـ 15 محافظة اكيد كان فيه رقم قبل كده 40 30 25 25 ده رقم هو اللي الدستور عايزه طب ليه ما رحتش بالـ 25 الرقم ده كان مفروض يكون معك الـ 4 او الخميس اللي فات يعني وبعدين انت معاك تسكية من 26 نائب طب ليه الـ 26 نائب انتظروا ليه مبارح علشان يزكوك طب ليه ما كانش عشرين من اسبوع او من اسبوعين طالما هم حاسمين قرارهم انك الاصلح لإدارة البلاد والعباد في الـ 4 سنين القادمة ننتظر طبعا من السيد مصطفى موسى مصطفى موسى ان يجيب عن هذه الاسئلة البريئة له في المقابل حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي عقدت مؤتمرا صحفيا في احد الفنادق القبرى واعلنوا انهم بينسقوا مع القوى السياسية والحملات الشعبية لدعم الرئيس السيسي وانهم كانوا حرسين انهم غير يجيبوا تسكية السادة النواب اكتر من 540 نائب في البرلمان زكوا الرئيس السيسي مرشحا كانوا حابين يجيبوا ايضا توكيلات من السادة المواطنين اللي بلغت 171 الف توكيل عشان يأكدوا انه مش النواب بس هما اللي بيقيدوا الرئيس ولكن ايضا هناك قاعدة وحملة السيسي اعلانت النهاردة ايضا انها تسعى لان يكون فوز الرئيس مخلصا لالسنة المزيفين والمتربصين وعندما سئلت الحملة النهاردة من ضمن الاسئلة بيقولوا ليه الحملة حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بس المرشح المنافس للسيسي هو يؤيده وكان مؤيدا له قبل اعلان خوضي الانتخابات فرد عليهم وقال والله احنا مناش دعوة انتو روحوا اسألوه يعني اهم مما قيل في حملة الرئيس السيسي وانا شايفه النهاردة ده تصريح مهم جدا حملة بتقولك غياب مرشح الرئاسة ليست مسؤولات احنا ملنا انا عايز اقولك مثلا الرئيس الروسي بوتين فلاديمير بوتين مفروض في انتخابات رئاسية في روسيا خلال الاسابيع القليلة القادمة كفي امرأة قررت خوض الانتخابات منافسة له اعلنت سحب الترشح سيخوض الانتخابات منفردا يعني حملة السيسي قالت انها غياب المرشحين ليست مسؤولية يعني احنا ملنا اللي عايز يترشح عايز يترشح وانا بنهي النهاردة فقرة الانتخابات الرئاسية وبعملك عليها اطلالة سريعة كده منشر موقع مصراو النهاردة يعني تاريخ قصير او موجز اللي اعلنوا ترشحهم خلال الشهر الماضي يعني السوتوات يا شباب اعلنوا الموقع المصري اليوم بيقولولي يعني اعرضوا الاسكرين بتاعته فانا عايز اقولك في خلال المصر اليوم عمل تقرير طريف جدا طريف سياسيا يعني بيقولك منذ يعني بدء الحديث بدء الحديث عن الانتخابات الرئاسية في اتناشر شخصية اعلنت رغبتها في خوض الانتخابات اتناشر شخصية لكن النهاردة والباب قافل اتنين بس هم اللي عدوا التقرير اللي نشروا موقع المصري اليوم بيسمي اللي هو كرسي الحكم كرسي النار قصة اتناشر وجها رسمت ملامح الترشح لانتخابات الرئاسية بدئلك بس بيقولك اول مرشح واللي اعلن اسمه فيه او اعلن اسمه فيه مؤتمر حكاية وطن هو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ما سيفز الالكاب طبعا للجميع بس مقدرش اح Sociedit اكلم في انتخابات الرئاسية اقول الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي هيظهر بصفتي الرئاسية بعد قليل واحنا بنتكلم عن اسيوبيا وسد النهضة الرئيس عبد الفتاح السيسي المرشح الرئاسي اعلن خوضي للانتخابات ده اول شخصية أعلن ترشحه للانتخابات لكن طبعا جرت الآن يعني استدعاء من المؤسسة العسكرية لأنه خلف أحد القواعد العسكرية ده المرشح الثاني سمعنان فيه مرشح ثالث أحمد شفيق اللي أعلن ترشحه من الإمارات لكن لما جاء مصر أعلن أنه درس الموقف وشاف أن الموقف غير مناسب للترشح هادي يبقى احنا عندنا سمعنان راح أحمد شفيق راح خالد علي المحامي والحقوق البارز واللي أعلن ترشحه عمل مؤتمرات والكلام ده خلاص سافر هو راخر ملقناهوش عصام حجي أعلن أيضا وأنه هو بيسعى لتكوين كيان رئاسي ده برته سافر ملقناهوش محمد أنور السادات النائب البرلماني السابق أعلن ترشحه ومؤتمرات والكلام ده سافر أيضا العقيد بالقوات المسلحة أحمد كونسوة وده طبعا مش موجود لسبب بسيط جدا أنه كان لا يزال على زمة القوات المسلحة ده عقيد وقانون القوات المسلحة بيمنع منع نهائي أن تكون زو صفة عسكرية وتعلن خوض انتخابات أو تضلي بصوتك أو كده مرتضى منصور مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمال أنتوا فاكريا بفكركم بالأسباب اللي أعلنت أنها تخوض الانتخابات مرتضى منصور قالك لا مش لاعب خلاص يعني طب أنت أعلنت ليه لم أخذ يعني دكتور سيد البدوي وأعلن خوضه الانتخابات ده كلام ده بكام يوم يا أخوان سيد البدوي سافر هو رخ تردد اسم السيد أكمل قرطام أمس مثلا مش موجود يعني آآ أحمد الفضالي تردد اسمه رئيس حزب السلام الدموقراطي الأحد يعني آآ وظهر عبر مدخلة ده ده أحمد الفضالي مع برنامج آآ أحد البرامج وقال أن هناك قرار ترشوح الانتخابات صدرة من لجنة البرلمانية للحزب في مجلس النواب لكنه مش موجود كل الأسباء دي سفرت خالص والباب تقافل على مين على المرشحين آآ الا الانتخابات ستذهب إلى يوم وهما آآ المرشحين الرئيس الرئيسة للرئاسة لكرسي الرئاسة عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى هيبدأ بقى مؤتمر بعد بكرة وتتحدد في الأمور وكيفية التصويت والانتخابات والثلاث ايام وكلام انا اتمنى آآ فقط بس هو ان يكون هناك اقبال آآ من السادة الناخبين على هذه الانتخابات بدرجة جيدة على الآل لو كنا خسرنا فرصة آآ وهو امر محزن لدولة في قامة مصر وتاريخها ان يكون هناك اكثر من مرشح رئاسي ببرامج وكنا نشوفهم هنا وييجوا ويعرضوا ويقولوا يعني على الآل ان نتواجد امام سنتيق يعني الانتخابات يعني كنا نتمنى ان تكون هناك مناظرات ولقاءات ويعني الانتخابات دي حاجة حلوة اوي اخوانا بالولاسب يعني على الآل بتدي امل للشباب اول حاجة فرصة للتغيير الصورات تقوم عندما لا يكون هناك تدول للسلطة الاحتقان السياسي يازر عندما لا يكون هناك تدول سلم للسلطة عمرك شفت انقلابات او صورات في امريكا فرنسا وكلام ده والمانيا خلال مثلا نصف قرن الماضي او كلام ده لا ليه لانه هناك مواعيد محددة الجالس على الكرس خلاص بيرحل او يخوض الانتخابات او ده السيسي واحنا كنا عايزين ان يبقى فيه مثلا اه تمديت والله ان يكون هناك شاب اربعين مثلا يعلن عن نفسه انا كنت مثلا اتمنى خالد علي يكمل ليه عايزوا يخوض الانتخابات دي حتى لو هيخسرها امام الرئيس السيسي لكن يبقى امامك شباب حتى يعني عايزين ندعم الفكرة يا اخوانا مش اي حد عايزين ندعم فكرة الممارسة الديموقراطية والممارسة الديموقراطية مش نصوص دستورية صماء في كتاب نقفله ولكنها ممارسة فعلية يعني ان ناس بتروح وتتكلموا انتخابات وتسمع يعني لكي بقولة عندنا احزاب العدد في اللمون اكتر من 100 حسب ولا تلوموا الاحزاب يعني خلينا بصوا الانتخابات لم تعد تسير حتى هذا الاهتمام يعني انت امام اتنين مرشحين ولكن اصورة التجه في الاخر وانا اقولت ده ربما حتى من اكتر من شهر دون ان يتم يعني قبل غلق الباب وقبل ان اعرف من هم المرشحين اللي يخدوا الانتخابات امام الرئيس السيسي قلت الرئيس السيسي سيحصل على فرصة من غالبية الناخبين بان يجلس على كرسي الرئاسة لمدة اربع سنوات قادمة ده كان رأيي ولا يعني ليس حبا في السيسي ولا ضد السيسي والكلام ده ولكن قراءة للمعطيات حاجة كده اسمها قراءة سياسية يعني انت شايف المشهد ازاي فبتقول لا الرئيس السيسي سيحصل على الاصوات لكن في النهاية على الال حتى لا يكتب في تاريخ ماصر ان هناك ممارسة انتخابية جرت بمنطق الاستفتاء يعني شيء احسن من لشان لازم نطلع بقى من السيسي المرشح للانتخابات الرئاسية القادمة الى الرئيس السيسي الرئيس سيسي في اسيوبيا نارد عقد اقتماع مهم جدا ما بينه وبين الرئيس البشير والرئيس الوزراء الاسيوبي حيث اذكرك ان الرئيس الوزراء الاسيوبيا كان في مصر من اسبوع وطلب من الرئيس السيسي عقد قمة سلسية بين زعماء مصر والسودان واسيوبيا على هامش طبعا اجتماعات الاتحاد الافريقي عقد الاجتماع النهاردة تصريحات الرئيس السيسي النهاردة خرجت مطمئنة يعني الرئيس السيسي قال ان المباحثات يعني لم تقتصر على ملف سد النهضة امتدت لبحث العلاقات بين الدول السلاسة تم اعلان المبادئ اللاز تم توقعه في شرم الشيخ عام 2015 في مكافحة ارهاب في حالة ازمات امنية تفعيل شراكة سلاسية دفع جهود تنمية بين الدول الثلاثة ده كلام كويس يعني اللي هي فكرة ما تبقاش الازمة بينه وبين السودان واسيوبيا مختصرة فقط على فكرة اللي هو سد النهضة يعني الرئيس النهاردة بيكلم عن سد النهضة وبيقول كلام مهم جدا يعني وبدأ الرئيس السيسي كلامه بانه ان يطمئن جميع المواطنين مش في مصر بس في مصر والسودان واسيوبيا على حسن العلاقات والتعاون بين الدول الثلاث قائلا نحن نتحدث كدولة واحدة وقصوت واحد الرئيس السيسي قال في تصريحات في اعقاب القمة السلسية اللي جمعته ما بين رئيس السودان ورئيس وزراء اسيوبيا لن يحدث اي ضرر لمواطني اي دولة من الدول الثلاث فيما يتعلق بقضية المئة واحد الصحفين سأل الرئيس السيسي قال له يعني هل ازمة صد النهضة كده انتهت قال له هي اعجابة انا توقفت امامها الرئيس السيسي قال انه لم تكن هناك ازمة من الاساس وانت بتقف عند الجملة دي لا كانت هناك ازمة كمواطن يعني قبل حتى وصول الرئيس السيسي الى سدة الحكم لا في ازمة في ازمة من 2010 حتى يعني واسيوبيا رفعت بناء صد النهضة من 14 مليار متر مكعب ل74 مليار متر مكعب وتصريحات الرئيس السيسي حتى في الاجتماعات واثناء افتتاحات المشروعات القومية الكبرى لن تتنازل مصر عن حصاتها التاريخية ده معنى ان هناك ازمة اللجوء الى تحلية المياه هناك ازمة نهاردة وانت بتخفض زراعة الارز بنسبة 25% لا لان انت بتراع ان انت داخل على ازمة لكن ايه معنى تصريح الرئيس السيسي يعني ان هناك جرت في الغرف المغلقة ما بين قادة الدول الثلاث اتفاق ما ربما اتفقوا هما الثلاثة على ان هذا الاتفاق او هذه التسوية اللي تمت بينهما الثلاثة لا يتم الاعلان عنها اعلاميا ربما اه منعا لحرج امام اي زعيم امام شعبه مثلا اه منعا ليه تدخل اطراف خارجية تستغل ان الامور قد هدأت بين الدول الثلاثة وكل دولة من المؤكد ان ليها اعداءها يعني ربما اه ربما مل من الرئيس السيسي الى التهدئة اه يعني هناك اكتر من تفسير لتصريح الرئيس السيسي لكن ده تصريح لرئيس الدولة يعني لا يمنعنا كمواطنين الا ان نقول لا انه كانت هناك ازمة ربما او تبدو لها الصورة ان الازمة خلاص فيه طريقة الى الحل بصيغة ما تبدو هذه الصيغة انها لن يتم الاعلان عنها يعني ما تقلناش كلام كده مثلا ان اسيوبيا قررت انها اه مش هتخزن المايا في ثلاث سنين مثلا اه هتاخد وجهة نظر مصر بدل تسعة تخليها خمسة او سبعة مثلا مفيش كلام بهذا الشكل لكن الكلام المؤكد ان الرؤساء التلاتة تتفعوا على ايه زيادة التعاون الاقتصادي اه رفع معدلات تنمية اتفاقات بينهم لحديث عن الارهاب يعني ده كلام محترم بمعنى ايه ان انت توسع القعدة خلي بالك لما رئيس وزراء اسيوبيا كان في مصر من اسبوع يعني حتى تبدو مصر انها مش وقفة على ملف صد النهضة بس مع اسيوبيا لا اه وقعت معا مذكرات اه تفاهم وقعت معا اتفاقيات في مختلف المجالات من على الرأي مسلا يعني تنمية مشروعات رأي اه في اسيوبيا ولما رئيس وزراء اسيوبيا راح اسيوبيا واحد الصحفين الاسيوبيين سألوا قالوا انت راح توقع اتفاقية رأي مع الدولة المصرية وكده قال لهم اه لان المصريين طوال سبعة الاف سنة عندهم خبرة في مجال الرأي ودي حقيقة اخوانا يعني هناك دول اوروبية تستعين بمهندسين مصريين وادارات مصرية في ملفات الرأي للانهار تحديدا يعني عشان خبر لكن الصورة تبدو الان يعني ان يعني نقول ايه معدل الاحتقان خلاص في التراجع كمان وزير الخارجية سامح شكر بيعلن ان الاتفاق على انهاء كافة الامور الفنية العالقة بشأن صد النهضة خلاص خلال شهر ده كان الام كويس حتى ان الرئيس السيسي ناشدها الاعلاميين في الدول السلاس انهم يراعوا يعني يعني الامور لا تخرج عن نطاق السيطرة لا يتم من مهاجمة دولة من الدول واحنا سنلتزم بذلك اخدكم من اسيوبيا واطلع بيكو على دمياط حفظ دمياط اسمه دكتور اسماعيل عبد الحميد طه دكتور اسماعيل صلى الجمعة في محافظته دمياط انتو عارفين يوم الجمعة اللي فاتت مصر كلها كانت بتغرق من مياه الامطار المحافظ محافظ دمياط خرج من الجامع تف حوالي الناس الحقنا اي واحد بقى المركز من مدينة من 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 المياه مغرق الدنيا ودخل بيوت دوما في الصرف واوا فالمحافظ رجع مكتبه في المحافظة ورح متصل بمين برؤساء المدن والمراكز والقرى والكلام تصل بعشين واحد ان حد يرد عليه ولا حد كل التليفونات مقفولة من اللي بيتصل السيد المحافظ يعني لما انا اكون مدرس في المدرسة والسيد مدير المدرسة هو اللي بيتصل بي يعني اللي قال لو انا ما بردش على كل التليفونات خلاص يعني انما تقفل انت كرئيس مركز تليفونك يوم جمعة وفي مطر او انت مش عارف ايه المسئولية الملقاة على عاطقك انت كرئيس مدينة كرئيس مركز ايه اللي حصل بقى المحافظ راح جميع لك محافظ زوميات كل رؤساء المدن وقال لهم انا اتصل بيكم يوم الجمعة والمواطنين بيشتكوا ولا حد منكم يعبرني ولا يرد علي وكل تليفوناتكم مقفولة واقسم ان هذا الاجتماع وهو قاد معاكم كلهم مش هيتكرر تاني الا لما امش منكم يعني ارفض من عشر لعشرين واحد عشر العشرين واحد لانه كلكم مقصرين وانتوا نسيتوا ايضا يعني انتوا منزلتوش شفتم سوق حالة النظافة وتصريف مياه الامتار بيقول صور المواطنين بعتوا هالي على الموبايل ما تردش ربنا يعني ما فيش اي اداء طب ده محافظ يعني انا معجب بفكرة انه هو خلاص يعني الحساب ينزل والعقاب يكون رادع واي ده والمؤكد ان هناك عدد من رؤساء المدن دول تقاع عصى عن اداء وظيفته او مهمته لكن انا اناشد ايضا ساد محافظ دوميات انه ايضا يتأكد ان كل رئيس مدينة في دوميات في محافظ دوميات او رئيس مركز او او يعني توفرت لديه ايضا الادوات وانا مش عايز برضو ايه تأخذنا الحمية يعني يعني هل عندهم عربيات صالحة لكلام ده لشفط المياه وكلام ده مش ببرر بالمناسبة اه يعني هل عندهم ادوات وميسرة لاداء الخدمة للمواطنين مثلا هل الميزانيات تسمح هل 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 حاجات بهذا الشكل يعني الفكرة ايضا هو انه هل حضرتك وانت كمحافظ لدميات عقدت اقتماع مع السادة رؤساء المدن وقلت لهم دميات مدينة سحلية بتسقط عليها امطار بغزارة وهيئة الارصاد قالت ان فيه امطار الفترة الجاية ايه هي كيفية استعدادكم هل ده حصل يعني اتمنى ايضا الصورة انا بعرض الصورة من الجانبين لكن لو كل محافظ قرر ان يحاسب مرؤوسي انا تأدير الشخصي تأدير الشخصي انه اه يعني نص العاملين في الجهاز المحلي في كافة محافظات مصر هيخرجوا من الخدمة يعني واتمنى ان احنا نتابع في برنامج المصر فاندي اداء السيد المحافظ خلال الفترة القادمة السيد المحافظ دميات هيعمل ايه هيغير مين الى اخره واحنا في دميات عايز ابعت رسالة لكل المصريين الشباب تحديدا الحالمين وده حقهم اه اذا كانوا بيعانوا البطالة في مصر انهم بيبحثوا عن عقد عمل في السعودية السعودية النهاردة وده خبر ارجو اللي شايفني يبلغوا برضو لولادنا وشباب السعودية اعلنت النهاردة اعلنت في اطار سعودة الوظائف وده كلام بنسمع من 30 سنة هم عايزين يحلوا العمالة الوطنية السعودية محل العمالة الاجنبية وده حق مشروع وده مشروع اسمه سعودة الوظائف في السعودية تكويت الوظائف في الكويت وهكذا سعودية حددت 12 وظيفة 12 وظيفة لن يعمل بها الا سعودي او سعودية خلاص الوظائف دي انا بقولها لك للنهاردة عشان انت كشاب محدش يضحك عليك من مكاتب توظيف مثلا ويقول لك جاهز مش عارف 20 الف جنيه هجيب لك تأشيرة للسعودية وعقد عمل السعودية خلي بالك اعلنته وانا بقول تاني في 12 وظيفة 12 وظيفة لن يعمل بها الا المواطنين السعوديين اهل البلد سواء رجل او امرأة شاب او شاب ايه هما ال 12 وظيفة دول عشان تبقى انت عارف عشان لو انت اديت لأي واحد 10 تلاف جنيه ولا 20 الف جنيه واخوك في السعودية وابعت لي تأشيرة ويقول لك تعال هتشتغل الوظيفة دي تعرف ان ده فنكوش مش هيحصل فلوسك هتروح عليك ايه اللي 12 وظيفة العمل في محلات السيارات والدرجات النارية ما ينفعش توقف في معرض سيارات تبيع عربية اللي هيبيع العربيات في معرض السيارات هيكون سعودي محلات الملابس الجاهز يعني لو انت قالولك هتوقف في محل بيع ملابس امصان ملابس اطفال مستلزمات رجالية مش هيحصل محلات الاساس المنزلي والمكتبي الجاهز محلات الاواني المنزلية خلي بالك محلات الاجهزة القهربائية مش هتروح تعرف تبيع تلفزيونات وتلاجات في اي محل محلات الساعات النظرات كل ده مش هيحصل حتى المعدات الطبية محلات بيع مواد الاعمار والبناء مش هيحصل محلات قطع السيارات ومحلات الحلويات ومحلات السجاد بكافة انواع تقريبا كده مفيش صفر للسعودية يعني ايه يعني انت عايز تجيب من الاخر عايز تجيب من الاخر كل ده مصريين كانوا بيسافروا فيه يعني هو مفيش انت مش بايلك بس الا الصيدليات لكن انت مش هتعرف تبيع لا في معرض سيارات ولا اجهزة كهربية ولا منزلية ولا ملابس ولا ولا طب هلأ سافر بيعي بقى خلاص ده كله تقفل ليه لانه هناك بطالة شديدة جدا في السعودية وده بيأكد حاجة اخواننا الخليج بتغير الخليج يعاني من ازمة مادية طاحنة لازم تعرف ده وان من واحد يناير السنة ده اتفرضت قانون القيمة المضافة مثلا في السعودية والامارات الخليج بتغير فاذا كان الحلم القديم ان انا هسافر الخليج هجيب ارشين والكلام ده مش عايزة سدي نفسك مش عايزة اقفل الباب امامك يعني ولكن على الاقل دوري ان انا اعمل لك تنوير وتبقى عارف المناطق دي حتى لا يتم استغلالك بصورة من الصور واحنا في السعودية لازم نروح لتونس تونس اللي ليها مجموعة من القوانين طلعتها مؤخرا واعلنها الرئيس التونسي قائد سيبسي لما قال ان يعني عدلوا فيه الدستور وسمحوا بزواج المرأة المسلمة التونسية من الرجل المسيح ده قانونهم وسمحوا بدا بلناش دعوة لكن الازهر كان له رأي في ذلك واعلنوا ان هذا يخالف اجماع الائمة على مدار العصور وحصلت طبعا منوشات وهجوم تونسي من بعض الشخصيات العام مؤخرا تونس اعلنت ان الغت المهر مفيش مهر يعني لو انت رايح تتجوز واحدة مفيش حاجة اسمها انها لازم تشترط عليك تدفع مهر الازهر كان له رأش واعلن ان هذا يخالف الشريعة الاسلامية وان المهر وجود المهر وجوبي في الشريعة يعني لازم على الزوج ان يقدم مهر لزوجتي وهي حرة فيه مصداقا لآية كرآنية بتقول وقاتوا النساء صدقتهن نحلة فدي كده قضية محسومة مهم الكاتبة عبلة الرويني كتبت النهاردة في عمودة في الأخبار بتتكلم فيه بان تونس وهي بتلغي المهر الازر تدخل وقال لا يجوز إلغاء المهر لانه رقن رئيسي من أركان الزوج وانه وجوبي وقالت ان التوانسة هاجموا الأزهر فالأزهر رد عليهم وحزف تونس من الدول الإسلامية يعني ان تونس كده ليست دولة إسلامية ده ما كتبته النهاردة الأستاذ عبلة رويني في الأخبار عبلة رويني قالت الأزهر كان عليه أن يراعي حتى الحالة المصرية إنك في الحالة المصرية النهاردة الشاب هو راح يتجوز ما بقىش يدفع معه بقى مسألة بقى إيه ما فيش مقار إحنا بنقسم العفش بينه وبينك وخلاص يعني خلاص أو ندفع حتى ربع جنيه وخلاص وقصة خلصت يعني الكلام المقال نزل لكن مؤسسة الأزهر الشريف طلعت المركز الإعلامي ليه الأزهر طلع بيان النهاردة ينفي شائعة حسف تونس من الدول الإسلامية وكان مهم جدا إن إحنا نقول هذا البيان لأن المؤسسة الأزهر مؤسسة عريقة قامة وقيمة شيخا ومشيخة تتفق أو تختلف وإحنا بنختلف أحيانا مع بعض الأمور التي تتعلق بالأزهر لكن لا يمنع إن إحنا ننشر أو نزيع البيان اللي أعلنه النهاردة المركز الإعلامي للأزهر أنه تابع بغربة ما أسيرا مؤخرا من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الأزهر قرر حسف اسم تونس من قائمة الدول الإسلامية ويوضح المركز الإعلامي أنه له وجودة من الأساس لمثل هذه القائمة وأن الأزهر الشريف لم يصدر أي تعليقات أو تصريحات بشأن دولة تونس الشقيقة مشددا على ضرورة تحري الدقة والتواصل مع المركز الإعلامي ده كلام مهم جدا لازم إن إحنا يعني نعلق عليه ما ينفعش نعديه تماما قبل ما أطلع فاصل لأنه خلي بالك بعد الفاصل في فقرة أموم الناس اللي حركوا تتواصلوا معايا فيها والتليفونات هكون متاحة والفقرة بالكامل ما عنديش لفقرة أموم الناس ثم بعد ذلك سيشرفني الأستاذ الدكتور محمد عفيفي رئيس قسم التاريخ بجامعة القاهرة ونتكلم حلقة أتمنى تمتعكم كيف يختار المصريون حكامهم على مدار التاريخ بمناسبة يعني لكن فيه خبر مثلا أن فيه فراخ مستوردة بتباع في الأسكندرية الفرخة مجمدة مستوردة وزنها كيلو ميجروم بتتباع ب13 جنيه على بعضها يعني وأعتقد أن ده يعني مسألة تصير الريبة يعني يعني خلي بالك الفرخة دي موجودة في القاهرة بس أزيد سيقة زي ما بيقولوا يعني من 16 لـ 18 جنيه أسكندرية السكندريين نزلوا خلاص آه يعني إحنا ما صدقنا نلاقي فرخة ب13 جنيه يعني من حق الناس تاكل يعني المهم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية نكون نحن نتواصل مع المسؤولين في وزارة التموين لكن كان هناك تصريح جاء منذ قليل على اللسان مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بيقول فيه أنه تلقى رسالة من أحد المواطنين طلبة خلالها بتوضيح سبب انشار كمية من الدواجن البرازيلية المغلفة بسعر 13 جنيل كيلو و15 جنيل وزن كيلو ميجرام لسيما أن الأسعار تعتبر غير منطقية بالنسبة لبعض المواطنين مقارنة بأسعار السلح الحر معي على التليفون المستشار الإعلامي والمتحدة السلس باسم وزارة التموين الأستاذ ممدوح رمضان مسائل فل الأستاذي أستاذ محمد مسائل فل أنت الأستاذي يا أستاذ محمد فرخة ب13 جنيه يعني ده ولا في الأحلام ليه ولا في الأحلام يعني إحنا بتعودين الفراخ ب25 و26 الفراخ دي كانت بتيجي من البرازيل وكنا بناخدها من المحلات الكبيرة بكم و30 جنيه إيه اللي خلاها تنزل ل13 جنيه فجأة شوف يا سوز محمد حدراتك قلت دلوقتي في كلام حضرتك في معرض كلام حضرتك الموضوع كانت الفراخ ب25 و26 حية حية وليست مسبوعة كانت فيه توجهات بين الحكومة المصرية أو إن السوق لازم ندرس الفجوة اللي فيه أو يدرس الفجوة اللي فيه ولازم الفجوة تتضبر ما بين الإنتاج وما بين الاستهلام ده حصل في الفترة الأخيرة وتم السيرات كمية كبيرة جدا لسد الفجوة اللي موجود في السوق ده كله ده معروض وطبعا حتى حضرتك واستاذنا وتعرف إن الأسعار بتحدث وفق عليها السوق فده معروض وفي حجم طلب أكتر من حجم الطلب فبالتالي الأسعار لازم تتخفض بس خليني أكد مع حضرتك على جزئية مهمة جدا الأجهزة الرقابية تتابع بشكل دقيق جدا تواريخ أو الصلاحية الصلاحية وجودة في السوق ما فيها الدواجن خلينا بس دي دي النقطة الأساسية اللي احنا يبدأ بس أنا علمت أن تاريخ صلاحية هذه الدواجن والفراخ هينتهي كمان ثلاث شهور طيب ثلاث شهور يا سوز محمد هل هذه مدة مطمئنة ولا غير مطمئنة لا أنت اللي تقول أنا مش متخصص لا حضرتك نسأل بقى المختصين صحيا هل لو في دواجن فيها ثلاث شهور صلاحية هل دا يعيبها في السوق أكيد الوزارة عند حضرتك سألت ولا أنا غلطان سألنا والأمر في الأمور المنضبطة والمتوسطة ولا يوجد أي ضرر أنا يهمني يا سيد محمد حضرتك ساعد ما بتنزل تنشتري دواء أو أي حاجة لو اشتريتها بعد يوم واحد من تاريخ الصلاحية دي المشكلة صح إنما ما دامت في تاريخ الصلاحية في فترة الصلاحية يوجد أي مشكلة وأنا ما أقدرش أخش على محل تجاري هلو نعم ما أقدرش تجاري أقول له حضرتك فاضل ثلاث شهور ليه انت حاطت المدواجن دي لسه فاضل لها ثلاث شهور على الصلاحية أم إذن فلنقل لكل المصريين اذهبوا وكلوا من هذه الفراخ هنيئا مريئا بالتأكيد يا أستاذ رحمد كل حاجة موجودة في السوق ومرضو أنا بأيب سادة المستهلكين أي حد لأي حاجة فيها تجاوز في جهاز حماية المستهلك بيتخلق الشكاوى على 1985 يقدر يبلغ عن أي حد في السوق نحن لا نحمي أي حد بيتجاوز في أقوات المصريين إطلاقا وكان لازم من أنا أخد توضيح من حضرتك بشكرك الأستاذ ممدوح رمضان المتحدث الإعلامي والرسمي باسم وزارة التموين فراخ الموجودة في السوق على مسئولية طبعا وأهم القادرة مني ومن حضراتكم السادة في وزارة التموين أنها فراخ صالحة للاستهلاك الأدم لو لقيت أي فراخ الكيلو ب13 جنيه فراخ برازيلية اقرأ بس تاريخ الصلاحية لو لسه باقي عليها وقت يلا توكل على الله هنطلع فاصل بعد الفاصل فقرة أموم الناس انتظروها التلفونات هتنزل وتتكلموا من كل محافظات مصر وإن شاء الله أزان صغية من المسؤولين للعمل على حل مشكلتكم السلام عليكم بعد الفاصل اشتركوا في القناة